السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مرحب بكم إن شاء الله في أولى محاضرات المراجعة النهائية في مادة الأحياء ثلاثة سنوية النظام الجديد قصة مش عايزك تتخض ولا تتضايق ولا تتوتر وكل اللي فات ده إنساء عايزك تركز معي الكاميوم دول مع بعض عشان نحن إن شاء الله هدفنا ونخرب بالترجمة اللي احنا عايزينه وفي البداية كده استعين بالله واطلب منه دايما التوفيق وإن ربنا يغينك ودايما أعرف إن ربنا سبحانه تعالى بيكتب الإنسان كل خير في أوقات الدائق من أي حاجة تمام كده اتفقنا هتبقى كدك وبايت النسكافي بتاعتك ألمك وورقتك والمذكرات بتاعتك كده تتبع بيها معايا ويلا بينا نتوكل على الله في البداية لازم تكون عارف إن المراجعة دي هدفها إن احنا نبص بس سريع على المنهج بالتفصيل عشان خاطر محتاجين الكلام ده عشان خاطر لو ناسي أي حاجة تبقى عرفها ده رقم واحد الحاجة التانية عشان خاطر نبقى مؤهلين إحنا نقدر نحل ونرجع بعد دوامة المواد اللي انتو اتحنتوا فيها اليومين اللي فاتوا محتاجين إحنا نفتكر أحياء زي الناس فده هدف المراجعة إن بدل ما تقعد تضيع وقتها على مدار الأيام وتلاقي نفسك اللي شابتر واخد فيه ومين تلاتة وهب لقيت الامتحانات بقيلها يوم واحد لا إحنا إن شاء الله خلال الجدول اللي أنا ننزله لكم هتلاقي نفسك ماشي بالترتيب معايا يوم بيوم بمذاكرة الحل بي الشرح بكل حاجة فتعلم نتوكل على الله نبدأ في الدعامة والحركة هناخد فيديوهات كده ما تبقاش طويلة فنبدأ بدرس في حصة كاملة كده هو درس الدعامة الدعامة في الكهنات الحية زي ما إحنا عارفين بيبتدي أول حاجة كده بالدعامة في النبات طبعا الدعامة في النبات نبص بقى على الحاجات بتاعتها بصة سريعة النبات طبعا عنده وسائل وأجهزة دعامية كتير هدفها إن تحافظ على الشكل وتبقى تعمل على حاجة اسمها وقاية أو حماية تبقى حماية من العامل الخارجية لما ده هدف الدعامة إن يحافظ على شكل ودعاء والحماية الوسائل الدعامية دي ممكن تكون فيسيولوجية ممكن تكون تركيبية أولا كده ناخد الفسيولوجية بعد كده ناخد التركيبية الفسيولوجية طبعا تعرفها لازم نكون عارفين إن هي دعامة مؤقتة مكان وجودها بتتناول الخلية ككل زي ما نشوف بتحصل إزاي بقى لك بص تخيل كده إن دي خلية جواها حاجة اسمها فجوة عصرية اللي بيحصل بها رقم واحد بيحصل دخول للمية بالخاصية الإسموزية إلا داخل الفجوة العصرية المية لما تدخل بيزداد حجم العصار العصير الخلوي اللي موجود فلما يزداد يضغط على البروتوبلازم اللي هي المادة الحيوية السيتوبلازم بالحاجات اللي معاه يضغط على البروتوبلازم والبروتوبلازم يضغط على الجدار الخلوي الجدار الخلوي يضغط عليه شو شو هو كان عامل إزاي بقى مجدود قوي ومتوتر خلاص كده متوتر عشان عندهم تحين مهزر فيتمدد ويتوتر ثم تنتفخ الخلية تنفخ بالمنظر ده ويتكتسب دعامة دعامة في السيروجية فعشان كده طبعا هنبدأ ناخد الكيفية مع المكان الوجود هندمجها مع تعيف فنول عليه دعامة مؤقتة دير في السيروجية لأنها بتروح وتيجي تفقد وتكتسب تمام؟ بتتناول الخلية نفسها ككل آدي المكان الميكانزم بقى عن طريق دخول المية إلى داخل الخلية عن طريق الخاصية دعامة فتنتفخ وتكتسب الدعامة أعتقد الكلام ده كده مش صعبه خالص طيب الأمثلة بتاعتنا منفروض عندنا مثالين خلاص المثال الأول بيتكلم على الثمار والبذور والبذور يعني بذور الثمار والتانية بيتكلم على السقان والأوراق بص هنا كده الاثنين عكسة قالك لو جبنا مثلا بذور فاكهة منكمشة أو ضامرة يعني فقد الدعامة الفسيروجية وحطناها في ماء لفترة هنلاقي أن يحصل لها انتفاخ تنتفخ لأنها بتكتسب الدعامة الفسيروجية بقى هنا كده بتكتسب أما لو جبنا بذور غطة جلب سلة والفول يعني بذور النطجة عادي جدا والترمس واتكرتركناها الفترة في الجفاف يعني هلاني يحصل لها يحصل لها انكماش وضمور تانكمش العكس يعني وهنا نفس الكلام لو جبنا احنا في الشكل اللي قدامنا ده عندي قادي الساق اللي هو الجزء ده كده وقادي الأوراق لو جبنا سيقان وأوراق النباتات العشبية حطناها في تربة جفة عندها جفة في التربة يحصل لها ذبول وارتخاء اهي دي كانت لو جينا بالصنع كده اهي حصل ارتخاء للساق وذبول للأوراق وممكن بقى العكس لو احنا جبنا سيقان وأوراق النباتات العشبية وعملنا لها ري للتربة يعني اكسبناها مية فالمية بتخش جوه خلايا الأوراق والسيقان فتكسبها دعامة فتعمل على استقامتها ونظرتها ده كده الدعامة الفيسيولوجية الدعامة التركيبية بقى المفروض ان هي دعامة دائمة طيب المكان بتاعة مش الخلية ككل واي انما جدر الخلايا النبات بالمناسبة هي الاولى نفتكر كده ازاي بتتناول الخلية ككل حصل تغيير في كل الخلية دخل المية جوه الفجوة الفجوة زيتها البروتوبلازم ببروتوبلازم زيتها كل حاجة في الخلية ايه حصل فيها تغيير اما الدعامة التركيبية لا بتبقى موجودة في الجدار الخلوي فقط يليأ جدر خلايا النبات أو حتى أجزائي منها بتحصل إزاي الميكانزمة عن طريق إن احنا بنرصب بعض المواد الصلبة زي مين بقى هل زي الكيوتين سوبرين سيليلوز لجنين لازم نحفظهم من نفس الترتيب ده عشان نعرف نحفظ الجدوى اللي تحتيب أتاني كيوتين ماشي سوبرين سيليلوز لجنين سماء عليكم يعني أنا فضلت إن احنا إيه بقى معاكم كده هنا طيب ده كده بالنسبة لإيه المواد اللي بتترصب على جدر الخلايا وأجزاء منها ما كان وجودة زي ما احنا قلنا جدر الخلايا بتحصل إزاي عن طريق ترصيب إن احنا نرصب بعض المواد الصلبة على جدر الخلايا هدفها بقى نمنع فقد الميا نكسب الخلايا الصلابة والقوة نزيد قدرة خلايا النبات الخارجية نحفظ على النسجة النبات الداخلية زي ما نشوف وديادة سمك جدر الخلايا تلايه البشرة خاصة الخارجية منها تمام كده ده بالنسبة ليه كيفية الحدوث طبعا الكلام ده كله ريت المراغي ففكك منه تعال ننزل الجدول ده الأهم خالص بالنسبة لي أولا كده عندنا الكيوتين الكيوتين بترصب على جدر خلايا البشرة تمام كده يبقى ده على خلايا البشرة على جدر خلايا البشرة طيب ويه تانية حاجة عندنا ألا وهو السوبرين السوبرين ده بيترصب في طابة الخلايا الفلينية افتكر إن سوبرين خلاص راح جابت راجزة وطلعتها من الفلين بتاعتها يبقى السوبرين يترصب الخلايا الفلينية وبعد كده وما مش تازم تقعد تقول السوبرين ما اسمه سوبرين وبعدك عندنا السيريلوز السيريلوز يترصب الخلايا الكولانشمية والاسكالرانشمية أما الليجنين في السطح الداخلي افتكر إن الليجنين بيترصب من جوه يترصب من ايه من جوه تمام يبقى ده على السطح الداخلي لخلايا السكالرانشمية ليه السكالرانشمية الخلايا السكالرانشمية ده ممثلة في حاجتين أساسيتين نوال الألياف الخلال حجرية وبالمناسبة الخلال دي بتبقى خلاية غير حية خلاية غير حية وبالمناسبة الخلال فلينية خلاية غير حية ما تنساش أربوك الكلمة دي طيب إنما الكيوتين على خلال البشرة دي خلاية حية والسيليلوز على الكلانجمية برضو دي خلاية حية إيه أهميت بقى كل مادة منهم بصوا كلهم الأربعة بيتطفقوا في وظيفة اللي هي بيزودوا قدرة خلال نباتة الخارجية إنهم يقدروا يحمل إيه إلى نسيجة النبات الداخلية دي حاجة بديهية طيب لو بسك نباء الكيوتين والسوبرين اللي اتنين دول مع بعض هدفهم إنهما يمنعوا فقد الماء من خلال النبات أما السيليلوز واللجنين اللي اتنين دول مع بعض هشي كيف أقول لك حفظهم بالترتيب بيكسبوا النبات صلابة وقوة صلابة وإيه وقوة فتكر إن السيليلوز يكسب صلابة واللجنين بيخليه جامد قوي يعني طيب كلهم بنسبة نفذية الماء غير منفذين إلا السيليلوز سيسمح السيليلوز سيسمح بمرور إليه بمرور ونفاذ الماء ده كان بالنسبة للدعامة التركبية ده بالنسبة ليه الكلام اللي احنا قلناه طبعا لازم تكون عارف إن احنا الماء بينتقل بالخصية الإسموزية من المكان اللي فيه مية كتيرة إلى مية قليلة يعني من الأعلى تركيز الماء إلى الأقل في تركيز الماء اللي هي مناشي إلى الأقل في تركيز الماء بصي كده من الأعلى في تركيز الماء إلى الأقل في تركيز الماء طيب نقدر نقول من المحلول المخفف إلى محلول مركز لأن المحلول المركز فيه ملح يكتير فيشد مية طيب ما هو المحلول المخفف ده أي محلول عبارة عن ماء ذائبات اللي هي الأملاح المحلول المخفف معناه ذائبات أقل والمحلول المركز معناه ذائبات أعلى فهو ينتقل من الأقل في التركيز الذائبات إلى الأعلى في تركيز الذائبات يعني من محلول مخفف إلى محلول مركز ده كده لإيه الكلام بتاعنا طبعاً الدعامة التركيبية خلاص بتعتمد على الجدار الخلوي والدعامة الفيسيولوجية تعتمد على الفجوة العصرية احنا كنا مغيرينها في الحصة فدي كانت غلطة مضعية تمام؟ طبعاً الكيوتين بيلعب دور مهم جداً في الدعامة التركيبية والفيسيولوجية والإيه والفيسيولوجية؟ بالمناسبة الكيوتين وتنفع كمان السليلوز إن السليلوز يسمح مرول مية دخل مية فالنبات لما عندوش دعامة الفيسيولوجية يكتسب دعامة الفيسيولوجية خلاص؟ مين فيهم يتأثر بالجفاف طبعاً للدعامة الفيسيولوجية زي ما احنا عارفين؟ طيب ندخل بقى في الدعامة في الإنسان دعامة في الإنسان يقول لك أمية الجهاز الهيكالي كلام يفكك منه نمسك بقى الجهاز الهيكالي بتاعنا تركب من خمس حاجات إيه هم ما بقى نجمعون في رسمة زي ما احنا كنا متعودين ده كده عظم صح؟ اللي هو الجهاز الهيكالي العظمي الهيكالي العظمي عظمة ايه؟ والعظم دي بتبقى مغطاة بغضا ريف مغطاة بايه؟ بغضا ريف بقى دي تاني حاجة ثم بعد كده مكان التقاءهم مفصل وبيربط ما بينهم أربطة وبيربطها بالعضلة اهي دخيل كده ان فيها عضلة مسكة هنا ده كده واتر ودي الايه؟ ودي العضلة وبيربطها بالعضلة ايه؟ واتر يبا احنا عندنا الهيكال العظمي الغضريف مفاصل أربطة أو طار نمسك الهيكال العظمي عدد عظام الهيكال العظمي بتاعنا حوالي تقريبا 206 عظمة مختلفا بعض الشكل للحجم عشان خاطر لها وظيف ايه مختلفة طبعا بنقسمهم الهيكال محوري وهيكال طرفي الهيكال محوري 80 عظمة والهيكال الطرفي بيبقى 126 عظمة زي ما احنا عارفين الارقام دي وخباسة هرينة منها الهيكال المحوري في منتصف محور الجسم ده بيتمثل فيه العمود الفقري الجمجمة والأفز الصدري الجمجمة اللافز الصدري في الظهر وفي الظهر العمود الفقري الهيكال الطرفي عبارة عن حزام وجردل حزام وجردل حزام وطرف حزام وطرف عندي حزام صدري أو كتفي ومعه الطرفان العلويان وعنده حزام حوضي ومع الطرفان السفليان ده كده بالنسبة ليه الهيكل الطرفي ننزل تحت ده كده رسمة طبعا شا نقعد نقول ده 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 وقت كله هنقوله بقى ايه بالتفصيل بالبقى ده الهيكل محوري أول حاجة فيه العمود الفقري ثم الجمجمة ثم بعد كده القفص صدري العمود الفقري هو يعتبر محور الهيكل العظمي وده المحور الاساسي ودعامة رئيسية للهيكل العظمي بتاعنا دعامة رئيسية لباقي الجسم نسمعنا بقى لأن المفروض أنه متصل فوق خلاص بالطرف العلوي بالجمجمة وبيتصل في منطقة الصدر والقفص الصدري والطرفان العلويان عن طريقة عظمة سوح الكتف اللي هي بتاع الحزام الصدري أو الحزام الكتفي ويتصل من أسفل بالطرفين الصفليين بالعظام لإيه الحوض طب ما تيجي نقول معلومة من دلوقتي ونخلص منها إيه هدف الأحزمة اللي موجودة سواء الحزام الصدري والحزام الحوضي الحزام الصدري يوصل الطرفين العلويين بالعمود الفقري تمام؟ والحزام الحوضي يوصل الطرفين السفليين بالعمود الفقري صعب الكلام ده يبقى هدف الحزام سواء دا ودان يوصل للطرف سواء العلوي والسفلي كل واحد بتاعهم بالعمود الفقري بس كده خلاص خلصنا من وحش يلا بينا طيب هالمفروض عدد فقرات 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 مش عظام عدد فقرات العمود الفقري 33 فقرة نسمع خمس مجموعات عنقية ظهرية قطنية عجوزية عصصية أول حاجة العدد نسمع سبعة اتناشر خمسةين اربعة خطة ملعب طيب ما كانها عنقية في العنق وبتبقى مرتكز عليها الجمجمة آدي عام الجمجمة وآدي فقرات العنقية بترتكز عليها لإيه الجمجمة الظهرية في الصدر تمام؟ بتبقى موجودة في الظهر وتواجه الصدر موجودة في ظهري من وراء تواجه في الصدر الفقرات القطنية الظهرية مش احنا عندنا حرقوفة هنا وحرقوفة هنا صح ولا هي ما بينهم هي دي اللي أنا بقى ايه بظلل عليها دي تمام؟ هي دي عظم ايه الفقرات العجوزية وبعد كده عندنا الفقرات العصاصية اللي هي شوية الأخر دول دي في نهاية العمود اللي هي الفقري خلاص الحجم دي متوسطة دي أكبر بالعنقية دي الأكبر يبقى دي ايه القطنية قبيرة القطنية هي قبيرة جدا القطنية قبيرة جدا كبيرة جدا الفقرات العجوزية خلاص تبقى عريضة ومفرطتها زي ما انتم شايفين كده هي عريضة تبقى انبطتة لو انتم شفتوها وبعد كده الفقرات العصاصية اللي أصغرهم ايه حجما الحالة بص التلاتة دول متمفصلين اما العجوزية والعصاصية اللي بحرف اللعيعين بيبقى ملتعمين بيبقى ملتحمين بغضل طيب تعالى بعد كده خلاص ما هتوحش تقفش بقى انا بوزر معك عشان افرفش عليكم الترتيب الفقرات يعني كل واحدة بتشغل رقم كام في الثلاثة وثلاثين فقرة دي هنلاقي الفقرات العنقية من واحد لسبعة والفقرات الظهرية بتبقى من ثمانية لتسعتاشر والفقرات القطنية من عشرين لاربعة وعشرين والفقرات العجوزية من خمسة وعشرين لتسعة وعشرين والعصاصية من ثلاثين لولي ثلاثة وثلاثين لازم بقى في الترتيب ده حتى لو تعدوا على قديك بس اسم تبقى فاهموا تمام طيب يقول لك مثلا مثلا الفقرة الصدرية رقم أربعة ترتيبها رقم كام احنا عارفين انه بيبقى فيه سبعة عنقية صح دي كده عنقية وبعد كده عندي بقى هي الرقم أربعة يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى سبعة واربعة يبقى أحداشر فمن قصد دي فمهمة واني نعرف الترتيب عشان كده الأسئلة بتيجى على الحتة دي عدد العظام دي سبع فقرات بسبع عظام اتنشر فقرة باثنشر عظمة خمس فقرات بخمس عظام لانه كلها متمفصلة وكل فقرة لوحدها الخمس فقرات دول خمس فقرات وانما كعظام بيبقوا ملتحمين فيتعدوا كعظمة وحدة وهكذا دول العصصية كانوا أربع فقرات ولكن كعظام ملتحمين يتعدوا كعظمة وحدة خلاص طيب اللي بعده يقول لك وظيف العمود الفقري انه هو دعامة أساسية بيحمي جوال حبل الشوكي لانه بيمشي جوه القناة العصبية اللي احنا شايفينها وبيساعد طبعا في حركة الرأس والنصف العلوي ان انا اعمل كده اعمل كده اعمل كده وهكذا تمام طيب ده بالنسبة ليه العمود الفقري اخر حاجة فيه تركيب الفقرة الفقرة دي عندنا بتركيب من أربع أجزاء الجزء ده اسمه جسم الفقرة وبعد كده النتوءين المستعرضين وبعد كده الحلقة الشوكية ثم النتوء الشوكي أول حاجة جسم الفقرة زي ما احنا شايفينه كده هو الجزء الأمامي هنا يا جماعة أمام وهنا كده خلف فده الجزء الأمامي وأمامي سميك تمام سميك اللي هي عشان بيأكل كتير يا ولاد بهزر يبدأ أمامي وسميك النتوءين المستعرضين ده خلاص وده النتوءين المستعرضين ده عبارة عن زائدتان عظميتان بيتصلان بجسم الفقرة أهو بس كده زائدتان عظميتان بيتصلان بجسم الفقرة من إيه من الجانبين أهو أدي الجسم طالع منه من الجانبين طالع منه الجانبين وبيحمل كل منهما بس كده نتوء مفصلي أمامي آدي نتوء مفصلي أمامي آدي نتوء مفصلي أمامي ده لفوق ولو جاين مسحنا هللاقي بابا بعد كده في خلفية برضو زي ما انتو عارفين الحلقة الشوكية الحلقة الشوكية اللي هي دي كده اسمها الحلقة الشوكية دي عبارة عن حلقة عظمية دي الحلقة هي الحدود نفسها أما التجويف هو القناء العصبي grade الحدود هي حلقة شوكية أما التجويف قناء عصبية قناء عصبية دي متصلة بجسم الفقرة نحية الأمان تعالى تتصل به من الخلف وتحيد بالقناء العصبية يبقى دي القناة العصبية خلاص ولكن دي حلقة شوكية تمام والقناة العصبية دي بيانتد خلالها هنا كده لحبل الشوكي تمام النتوء الشوكي بقى هو النتوء اللي ورد اهو بيبقى طالع منين زائدة مائلة للخلف يعني بصنا الفقرة من الجنب كده لو انا عملت كده وبصت الفقرات من الجنب هتلاقي الفقرة دي بتبقى ميلة بالمنظر ده قادي عمي جسم الفقرة خلاص كده وهتلاقي هنا كده ليه النتوء المستعرض سوري النتوء اللي ايه الشوكي يبقى نازل نحية ايه اسفل كده شوية يبقى ده زائدة خلفية مائلة الفكرة هي دي لما لو افتع الحيط وعملت كده وخلعت بقت نيجد من غير ملابس هتشوفوا البروزات اللي في نص داري هي دي يقولك سلسلة ضهره تمام نائلة للأسفل بتحملها اللي ايه بتحملها الحلقة الشوكية تمام يعني ايه بتحملها اهو طالع من الحلقة الشوكية ادي الحلقة الشوكية طالع منها النتوء الايه الشوكي وطبعا بيحمل معاه النتوء المستعرض الخلفية انه دول مش ظهرين صغير جزء بس صغير ايه صغير منهم صعب هذا الكلام ده كبالنسبة لتركيب الفقرة طبعا انتوا هنا شايفين منظر الفقرات ده كده من الايه من ده كده منظر من الاعلى انت بس من فوق ادي عم الجسم الفقرة بيبقى قدام وورا ماشي الحبل الشوكي وده كده عبارة عن النتوء الايه النتوء الشوكي اللي احنا عارفينه تمام كده طبعا احنا عارفين فقرات العنقية والصدرية والظهرية اللي ايه والكلام اللي احنا والنادى كله تعالى بعد كده الجمجمة تانية حاجة في الهيكل المحوري الجمجمة دي مفروض ان هي علبة عظمية صحي كده علبة عظمية ليها جزء ايه جزء خلفي وجزء ايه وجه اوامي طبعا احنا عارفين عدل عظم الجمجمة 22 ولكن غاليه والله غاليه بقوا 29 يبقى العدد لم يقولي عدل عظم الجمجمة مع العظام المتصلة بيها او الملتحق بيها 29 عظم مش 22 زي ما ييم الكتب ككده طبعا التسع عشرين اقولهم دول وقت تعالى ناخد 22 في منهم تمانية موجودين في الجزء الخلفي في منهم 14 موجودين في الجزء الامامي او الوجه التمانية بتوع الجزء الخلفي اللي احنا نشوفه من دول طبعا دول عظام 8 عظام ولكنها تبدو كعظمة واحدة ليه بقى يقولي لانها بتتصل مع بعضها اتصالا متينا عند اطرافها المسننة ادي عموة عظمة ودي اطراف مسننة ادي عظمة ودي اطراف مسننة صح بواسطة انسجة ليفية ادي النسيج ليفية هنا بعد كده بيتحول هذا الانسجة مع تقدم العمر الى انسجة عظمية احسن الله تعظم خلاص وتبدأ طبعا بتبقى جواها تجويف عشان يشير جواها الجمجمة المخ هو الجمجمة يشير جواها المخ تمام اهمية الجزء الخلفي بشكل تجويف يستقر فيه المخ عشان يحميه طبعا ده مهم جدا زي ما العمود الفقري معمول يشير جواه الحبل الشوكي ويوجد في قاع المخ لو انت بصت في قاع المخ من الاسفل يعني تخيل كده لو احنا نبصوا 3D وجيت انت جاي من تحت وكده بصتها الحتة دي هتلاقي فينا فتحة فتحة كبيرة بس مش هي دي طبعا ده هي فتحة غير كده بس من تحت دي بين من الجب انما التاني من تحت هتلاقي فيه قطحة كبيرة بيسموها ثقب كبير اسمها ايه ثقب كبير الثقب الكبير ده بيتصل من خلاله المخ اللينا بالحبل الايه بالحبل الشوكي تمام كده اما الجزء الامامي اللي هو عبارة عن 14 عظمة هو امامي وعمل الوش فنسميه الوش الجزء الايه الجابي او الوجهي ده عبارة عن جمعة عظام ليه عظام الوجه على فكرة هو اللي تحت ايدي يعني الفوق ايدي ده طبع الجزء الخلفي خلاص كده اما اللي تحت ايدي ده عبارة عن عظام الجزء الامامي اللي هو عظام الوجه وعظام الفكين فك العلوي والسفلي وما بأعضاء الحس دي الاذنين الاذنين والعينين واحد سبحان الله ده الاذنين والعينين والانف عشان خاطر تبار برحتك تمام ده شوية اتقرب بس عشان نسليكه كده. ده كده بالنسبة للأجزاء طبعا مش عليك انك توقع تحفظ الأسماء دي ما تحفظوش دلوقتي. خلاص. بعد كان يجي القفص الصدري. التالت حاجة في الايكا المحوري. القفص الصدري ده شكله زي ما انت عارف كده علبة مخروطية الشكل عظيب. مكان وجوده. بيتصل بصد كده مكان وجوده. القفص الصدري ده بيتصل من الخلف. بالتخيل كان من وراء كده الفقرات الظهرية. تمام كده. اللي هو بيين منها الجزء ده. ده اللي بيننا. ولكن التاني بيبقى وراء عظمة القصر. يبقى يتصل من الخلف بالفقرات الظهرية. الفقرات الظهرية دي اللي هي 12 فقرة. بيبدأوا من رقم 8 وينتعى عند رقم 19 بالنسبة للترتيب. يبقى 12 فقرة من 8 إلى 19. ومن الأمام بيتصل بعظمة القصر. اه دي يا عم عظمة القصر. لما احنا شايفينها. تمام? طيب عدد عظام القفص الصدري كلها عدد عظام. عدد عظام القفص الصدري 37 عظمة. اللي هم مين? اللي هم 12 فقرة. ده رقم واحد. زائد. عندنا عظمة القصر. تمام كده? زائد 12 و 12. اللي هو 24 ضلعة. صحي كده? يبقى كده ليه القفص الصدري? 24 و 12. يبقى 36 واحد. يبقى 37 و 30 عظمة. لو سمحت. تأكد بس وركز. لان احيانا بيجيب لك الشكل ده في رسمة. يقول لك عدد عظام موجودة في الشكل. فانت تيجي تغلط. تقول والله ده يا قفص صدري 37. لا يا حبيبي. الشكل ده بصت كده. تخيل ان دي اخر فقرة ظهرية. عرفت منين? لان دي اخر واحدة. مسلا مسلا متصل بيها ضلع. وطبعا اللي موجود في الشكل قدامك. ركز كده معي. اللي موجود في الشكل دي كده. اخر واحدة زي ما احنا قلنا ايه. اللي هي الصدرية. او الظهرية. هنا بقى دي القطنية. الاولى دي القطنية التانية. فانت عندك اتنين زادوا على 37 يبقى عدد العظامين يا 39. فارجوك لو سمحت. شوف اخر ضلع متوصل وارب مين? تمام? اخر ضلع يبقى ده فقر رقم 12. مش تحتها فقرات يعني خلاص دي نهيتها هنا. خلاص عدد العظام 37. والله تحتها حد ابدأ عدد. تمام? اتمنى اكون فهمت. لما فهمتش ابعتلي على رقم الواتساب اللي موجود في الفيديو. طيب تعالي بعد كده عدد العظام بتاعت طبعا احنا قلنا عبارة عن عظمة واحدة لها القص والفقرات الظهرية 12 فقرة وعظمة. ماشي 12 زوج من الضلوع يعني 24 ايه عظمة. طبعا الازواج الضلوع الاثنشر زوج في عشر اولانين واتنين اخارة. العشر الاولانين دول اكبر طولا كبار شوية زي ما احنا شايفين. اعلى نبص كده عليهم. دول ايه العشر الاولانين اهو. ده كده الضلوع الاول اللي طبعا هو اصغر واحد. ما علينا. ده التاني بيلف كده التالت الرابع. خلنا شوف بيلف الحد ورا. طبعا شوف بيلف الحد. ياه ياه ياه. تمام كده. وطبعا بيجي من ورا القدام. انا بيبقى طالع كده. ماشي سوري ما عالاش. بيبقى طالع كده ويلف كده. بيبقى طالع كده ويلف كده. بيطالع كده ويلف كده. في مصد ايه. فدي بنسميه ضلوع ايه. بتبقى طويل اكبر طولا ولكن اللتنين الاخر اللي هو ده وده بيقصار. مش قادرين يوصلوا القدام. طبعا الازواج الكبيرة بتوصل ما بين أدام الورا قدام العمود الفقري وورا عظمة القصة. تمام كده ما بين الفقرات الظهرية وعظمة القصة. هنا لا يتصلان بالقصة. متصلان من ورق من الخلف فقط لايه بالعمود الفقري. طبعا العشرة الاولى متصلة بالفقرة من 8 الى 17. يعني من الظهرية الاولى الى الظهرية العشرة. تمام? من العمود الفقري. اما دي 18-19 اللي هي الظهرية 11-12. اتمنى يكون ايه وصلة كده. طبعا عندنا عظمة القصة ويه الضلع. عظمة القصة عارفنا انها عظمة فلطحة. دي ما احنا كنا شايفينها كده من الايه من الاسفل بجزء غدروفي. جزء غدروفي ده اللي وراء منطقة فم المعدة لو انتوا تسمعوا عنها. تمام ومدبابة من اسفل. جزءها السفلي غدروفي زي ما احنا قلناه. ويتصل بيا عظمة القصة عشرة ازواج الايه. الضلوع الاولى. ركز عشان ما اريد اقول لك حتة الضلوع حقيقية وكاذبة. طب الضلع. الضلع ده كان عظمة مقوسة بالمنظر ده. ومنحنية الى اسفل. يعني انت لو بستت عليها صراحة يعني تلاقي الضلع كده. لا الضلع ماشي ازاي بص بص بص. الضلع جاي كده. اهو. بص منحني هنا كده. منحني الى ايه? الى اسفل. يبقى الضلوع بتبقى مقوسة ومنحنية الاسفل. تمام? وتتصل من الخلف. يبقى متوسلة من وراء. بايه? بالفقرة. اني اجزاف الفقرة قالك بجسم الفقرة والنتوءها المستعرض. يبقى دي الاماكن اللي بيمسك بيها ايه? الضلع بالفقرة. بجسم الفقرة ونتقها المستعرض بكز معايا عشان هوريك حاجة حاجة حلوة جدا يولا معايا بص معايا في الصورة دي عندنا حاجة اسمها ضلوع حقيقية وضلوع كاذبة الضلوع الحقيقية هو من الضلع الاول للضلع السابع او اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بصي كده ستة رايح الواحده وسبعة رايح الواحده تمام طيب من تمانية لاثناشر دول اسمهم ضلوع كاذبة يعني ضلوع كاذبة لو متوصلة بالقص ما بتروحش دايركت وبالتعمل ايه دي بتلتحم في الضلع اللي فوقيها تلتحم في الضلع اللي فوقيها تلتحم مع غدروف الضلع اللي فوقيها والضلع فوقيها غدروفه هو اللي يروح يتصل حلوة كده من تمانية لاثناشر ضلوع كاذبة ولكن من واحد لسبعة ضلوع ايه حقيقية اتفاقنا اتفاق طبعا 11 و 12 بنسميه ضلوع عائمة لانها مش متصلة من الامام طيب تعالى بعد كده بنبدأ نشوف وظيفة القفص الصدري قفص الصدري ده اولا عبارة عن عربة مخروطية الشكلة ده فانها تحمل اللي جواه هو القلب ورئتين بتلعب حركة الضلوع دور مهمة في التنفس اثناء عملية الشهيق والزفير طبعا انتجهات مش مهمة دلوقتي تمام بس لازم تكون عارف يعني ان اثناء الشهيق القفص الصدري يحصل له اتساع عشان الرئة تتنفخ وتتمالى هوا واثناء الزفير القفص الصدري بيكش عشان يطلع لايه الهوا خلاص يوجد طبعا بداخل العظام العظام القفص الصدري اللي هو الضلوع بالذات وعظمة القص من العظام المسطحة يحنا نقول عليها جواها نخاء عظام احمر جوا مين نخاء عظام احمر وطبعا احنا اتفقنا بلكزا ما نشوف دلوقتي في حاجة اسمها نخاء عظام احمر واصفر ونخاء العظام الاحمر بيصنع خلايا الدم الحمر والبيضاء الصفايح الدموية ونخاء العظام الاصفر بيصنع الخلايا الدهنية. طبعا ده مسؤول أحمر مسؤول عن تك خلايا الدم الحمراء والبيضاء الصفايح الدموية أهلي وزمالك والحكام بتاعه تمام؟ طبعا هنا شوية نوتس كده لازم نفتكره من عمود الفقري 33 فقرة أو عدد العظام 26 عظمة. الفقرة النموذجية. إمتى نقول على فقرة أنها نموذجية لما تحتوي على السبع النتوءات النتوءان المستعرضان وعندي هنا النتوءان المفصلين الأماميين وعندي هنا النتوء الشاك النتوءان المفصلين إلى خلفيين. أدي 2 ودي 2 4 ودي 2 6 ودي 1 7 أهمية النتوءات المفصلية إن نتخيل كده الفقرة اللي فوق تنزل النتوءان المفصلين خلفيين. والفقرة اللي تحت طلع النتوءان المفصلين أماميين يبقى اللي تحت طلع الأماميين واللي فوق تنزل الخلفيين ويتمفصلوا مع بعض عشان يعملوا فقرات اللي بتتحرك فوق بعض. يبقى تساعد على اتصال الفقرات المتوفصلة مع بعضها. لازم يكون متمفصلة. المتحمة مش هتتصل عن طريق اللطاقات المفصلية دي. تمام؟ ودي طبعاً بتسمح بحركة الرأس والنصف العلوي من الجسم. أكبر الفقرات الملتحمة. الملتحمة أكبرها الفقرات العجوزية. تمام كده؟ أكبرها حجماً اللي فوق. يعني مثلاً هي الفقرة العجوزية الأولى. كل ما بننزل كل ما نزغر نزغر نزغر. وبرضو العصاصية. أكبر واحدة فيها هي الأولى. تمام؟ وكل ما ننزل نزغر 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 نزغر. أما أصغر الفقرات الملتحمة. أصغرها بقى عموماً العصاصية. وأصغرها حجماً من فيهم في الأربعة الأخيرة خالص اللي هي الفقرة العصاصية رقم 33 الأخيرة. أكبر الفقرات المتمفصلة القطنية. بص بقى. الفقرات المتمفصلة عنقية صدرية قطنية. كل ما تنزل كل ما حجم الفقرة يكبر. والملتحمة كل ما تنزل كل ما حجم الفقرة يصغر. يبقى هنا الفقرات القطنية أكبرها حجماً القطنية الأخيرة رقم 24 هي لشيلة معظم وزن الجسم عشان كده دايماً أكثر الفقرات اللي ممكن يحصل فيها انزلاق غدرو فيها الفقرات القطنية الأخيرة ما بين الرابعة ليه الغدروف ما بين الرابعة والخمسة كده خلصنا الهيكل المحوري الهيكل الطرفي اللي هو الحزام الصدري والطرفان العليا من الحزام الحوضي ومع الطرفان السفليات تعال نشوف إيه قصتهم بقى يلا بينا يلا بينا بقى نكمل موضوع الهيكل الطرفي الهيكل الطرفي المفروض أنه عبارة عن حزام وطرفين وحزام وطرفين اخ اول حزام عندنا الحزام الصدري تمام؟ او بنسميه الحزام الكتف اللي اتنين صحة ده مع الطرفين العديدين اولاً الحزام ده عبارة يتكون من نصين نص هنا ونص هنا النص الواحد بيبقى عبارة عن عظمة لوح الكتف ومعها ترقو لوح الكتف زي ما بنعرف ان هي بتبقى عظمة مسلسة الشكل بالمنظر ده خلاص طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب يعني ايه الكلام ده خلاص طبعاً احنا الكلام ده عارفين من قبل كده يعني المفروض استعالها نبص كده على شكلها عشان خاطر تبقى متخيل برضو الموضوع تاني ايه دي عظمة لوح الكتف طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب الحاجة اللي بعد كده لو جينا بصيني اقول لك طرفها الخارجي به نتوق بتتصل به بص كده تتصل به عظمة رقوة فين الطرف الداخلي والخارجي الطرف الداخلي عريض والخارجي مدبب والطرف الخارجي فيه نتوق بتتصل به رأس عظمة ماشي بص كده اهو فيه عظمة الطرقوة تتصل بالطرف اللي الخارجي اللي هو الحتة دي كده بالطرف الخارجي مدبب والطرف الداخلي برضو ايه عريض هنا كده بتصل الطرقوة تمام بالطرف اللي الخارجي طبعا بيبقى فيه تجويف يسمى تجويف الاروح اللي هو ده تمام عند الطرف الخارجي بيستقري فيه رأس عظمة العدد عشان يعمل نفصل الكتف ده كده بالنسبة ليه اللوح الكتف بالنسبة العظمة التانية ترقوها هي عظمة بطنية أمامية بطنية معناها بص ناحية قدام بطنية أمامية ورفيعة اللي هي العظمة الصغيرة دي عظمة بطنية أمامية ورفيعة بتتصل من الأمام بعظمة القص ومن الجانب بنتوء عظمة ليه لوح الكتف ده كده الحزام طبعا فيه اتنين منهم يبقى الحزام الكتفي أو الصدري معمول من أربعة اتنين واثنين نيجي للطرفين العلويين كل طرف عبارة عن بص كده العضد وبعد كده الساعد والرزغ باليد العضد هو عضمة بتصل بين الكتف وبين الساعد ده كده العضد بتوصل ما بين الكتف وما بين الساعد عضمتي الساعد اللي هم الاتنين دول الزند والكعبرة الزند بيحتوي طرفها العلوي الزند اللي هي ناحية الصباح الصغير لناحية الصباعي الصغير دي اسمها الزند يحتوي الطرف العلوي بتاعنا تجويف يستقري فيه رأس إيه؟ يستقري فيه النتوة الداخلي للعضد عشان تعمل مفصل الكوع ده الأساس والكعبرة دي أصغر حجماً شوية من الزند خلاص أصغر حجماً أصغرها بالرغم إنك لو بصيت بلك بعشان تشوف بص منظر أمامي وخلفي لو بصيت من الأمامي بس تحس إن الكعبرة أكبر لو بصيت من الخلف تعرف إن الزند أكبر تفعنا؟ أصغر حجماً من الزند وبتتحرك حركة نصف دائرية هي اللي بتخليني أعمل كده وكده كده وكده تمام؟ دي مين اللي بتتحرك الكعبرة؟ را 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 متحريري را 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 كه خلاص بتنساش طيب طبعاً ده بالنسبة ليه العضمتين بتنساش بها إن مفصل الكوع بيتعامل من ثلاث عضميات مش اتنين زي ما كتاب أيل لك من الزند والكعبرة والعضد عظام اليد بقى عبارة عن رزغ اليد وعظام راحة اليد وعندك أصابع اليد رزغ اليد التمن عظام مرتبة في صفين أده أربع هنا وأربع هنا مرتبة في صفين يتصل الطرفها العلوي هنا مع عضمة الكعبرة بطرف السفلي ليها عضمة الكعبرة اللي هي دي طرف السفلي ليها تمام؟ بنسبة الكعبرة لنحي صبع الإبهام ولا يتصل الزند بطرف السفلي الزند يتصل من فوق بس إنما الكعبرة من فوق ومن تحت تمام؟ يتصل طرف السفلي بعظام راحة اليد يبقى هنا عظام رزغ اليد الطرف العلوي مع القعبرة والطرف السفلي مع عظام راحة اليد راحة اليد دي خمس أمشوت أو خمس عظام رفيعة طويلة اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام بتؤدي إلى عظام الأصابع الخمسة الأصابع بقى كل صباح عبارة عن تلات سلميات رفيعة مع عدد صباح الإبام هو سلميتين اتنين بس طبعا عدد عظام الطرف الواحد تلاتين عندك ادي واحد واثنين ادي جده تلاتة وتمانية حداشر وخمسة ستاشر وعندك هنا تلاتة فاربعة باثناشر واثنين ستاشر ستاشر واربعتاشر يبقى تلاتين تمام ده الطرف الواحد الطرفان العلويان تلاتين وطرفان السفليان تلاتين وتلاتين تلاتين وتلاتين يبقى كده كله مية وعشرين صح كده وعندك الحزام هنا أربعة وعندك الحزام الحزام Retetfield 4 يبأك كده 124 واتنين في الحزام الحوضي يبأك كده 26 الحزام الحوضي والترفيه لستفليين الحزام الحوضي طبعا لازم تكون عارف انه هو بيتكون منsquئين متمثلين كل ماشي بيتحمل مع بعض في منطقة تسمى لإتفاق العين عارفيني الحتة دي قادي عام للحزام الحوضي الهي العظمة دي والعظمة دي يرتقه مع بعض منطقة ده منسمى لإتفاق العيني منطقة البوطنية الأمامية كل نص من هم عبارة عن عظمة اسمها عظمة الحرقفة الظهرية وعظمة العانة وعظمة الورك تمام كده؟ بحنا عندنا تاني آدي عظمة الورك وآدي عظمة العانة سوريا معاشي إن شاء رجتها غلط وده عظمة الورك يبقى الورك تحت والعانة هنا هي ناحية الإرتفاق العينة وعندي بعدك عظمة الحرقفة الظهرية اللي هي الكبيرة دي طبعاً الحرقفة الظهرية بص كده بتتصل من الناحية الباطنية الأمامية أهو هنا كده بعضمة العانة وبطنية الأمامية ومن الناحية الباطنية الخلفية بعضمة مين؟ الورك طبعاً عند موضع اتصال الحرقفة بالورك والعانة يبقى فيه تجويف كبير سنة تجويف الحقي واخد حقه واخد حقه لأنه كبير قوي الجوة كده غويت الذي يستخل في رأس ععزمة الفخدة وده بيخلي ان مفصل الفخد مش بتخلع بسهولة على عكس مفصل الكتف تجويف الاروح بيبقى ضح كده عامل كده اما التجويف الحقي عامل كده فالحاجة لو دخلت مش سهل انه تطلع انما لو حاجة كان كده زي الاروح سهل ان يطلع خالص يبقى المفصل سهل الخلع جدا ومفصل الايه الكتف طبعا تحت بيعمل مفصل الفخد خلاص عرفناها ده كده الحزام الطرفين السفليين طبعا كل طرف عبارة عن عظمة الفخد وعظمتي الساق وعظام القدم عظمة الفخد دي واحدة يوجد بالطرف الاسفل اللي هي نتوآن اهو كبيران اللي هم الاثنين دول يتصلان بالساق عند المفصل الركبي اللي بيعمل الركبة عظمتين عظمة القصبة وعظمة الفخد بس اذا الشظية مش بتساهم في المفصل لا طبعا امام مفصل الركبة بتبقى موجود عظمة مدورة الشكل بالمنظر ده بيسموها الرطفة اسمها ايه الرطفة عظمة صغيرة مستديرة سميع عظم سمسمية عظمتي الساق طبعا القصبة والشظية القصبة بتبقى داخلية والشظية الخارجية لازل تكون عارف الكلام ده تمام عظم القدم طبعا زي ما احنا قلنا عبارة عن رزغ القدم اللي هي سبع عظم مش تمانية زي الرزغ بتاع اليد بتبقى غير منتظمة الشكل اكبرها هي عظمة اللي هي عظمة الكعب الخلفية اللي هي عرقوب القدم تمام وعندك مشت القدم خمس امشاط تمام بتبقى عظم رفعة طويلة زيها زي اللي في اليد بس اطول طبعا شوية انتهي كل منها باصبع اصبع عبارة عن سلميات برضو صبع الابهام كل منها طبعا عبارة عن ثلاث سلميات ما عادها صبع الابهام صبع الابهام ده المفروض الصح في الرجلين ما بتسمعش الابهام اسمه البيكتو انما في اليد اسمه الصمب بس سواء ما علينا سمع عدوكم في العربي ابهام اللي هو الصبع الكبير عبارة عن سلميتين بدل ثلاث اتنين بس تمام خلصنا من ده ده طبعا شكل الايه العظام بتاعتنا دي اكبر عظمة لعظمة عرقوب القدم لعظمة الكعب تمام وده روز اليد وده الكلام اللي احنا قلناه طبعا هنا يقول لك شوية نوتس كده عظمة تشارك في تكوين مفصلي الكتف والكوع مفصل الكتف من رأس عظمة العدد مع تجويف الاروح مفصل الكوع نتوق العدد الداخلي مع تجويف الزند وزود عليه وانا ده كان الكلام القديم زودنا احنا عليه في الشرح زائد عظمة الكعبورة معا اللي هو الجزء العلوي او سطح العلوي منها عظمة الفخد تشارك في تكوين مفصلين الرقبة والفخد الرقبة من تحت والفخد من فوق مفصل الفخد ما بينه رأس عظمة الفخد والتجويف الحقي تمام اما مفصل الرقبة النتوقان بتاع الفخد السفليان الكبيران اللي احنا مرسمناهم كده تمام مع القصبة اهي يعني نفصل الرقبة وادامهم هنا الرطفة تمام موضع اتصال نصفي لعظام الحضمة مثلا من الناحة البطنية ارتفق لها عن الناحة الظهرية يتصلوا من الخلف اتخيل كده ده عظمة الحرقوفة الظهرية من منظر ده وانا برضو ايه جزء منها كده من قدام الاتفاق عيني ومن الجزء الخلفي من هنا بيعملوا مين عظام الفقرات العجوزية عدد العظمة تتصل بعظمة القص بس عظام عظام 22 عظمة ليه؟ عندي عشر ازواج من الضلوع يعني عشرين ضلعة زائد عظمتية القوة اما عدد الضلوع لتتصل بعظمة القص عشرين ضلعة يتمنى يكون الكلام بواضح طبعا يتكون اي طرف طرف علوي او سفلي من ثلاثين عظمة الطرف الواحد طرفين العلويين تلاتين وتلاتين ستين وتحت ستين بقى مية وعشرين حلو كده خلصنا الاهيكل ايه العظمي تعالى بعد كده للغضاريف الغضاريف طبعا عايز ان نعرف نوع النسيج تركيبها مكان وجودها وميتها نوع النسيج عارفين نسيج ضام كل اللي جاي ضام التركيب عبارة عن خلية غضروفية ما فيهاش اوعية دموية خلص بتجيب الاكسوجين من خلال عظم اللي تحتها نتخيل كده ان ده عظمة بالمنظر ده سريعا يعني وده كده عبارة عن غضروف الغضروفة فيش دم فياخد العظم الدم من ايه او التغذية بتاعته من العظام المجولة بالانتشار مكان وجوده الغضاريف منتشرة في الجسم كله زي الاذن والانف والشعب الهوائية وكلام ده كله متنساش لما يقولك وظيف الضلوع ما سوري وظيف الغضاريف انها بتمنع الاحتكاك فقط او مية في المية وظيفة كده لا فيه بقى حاجات زي الانف والاذن مش وظفتها انها تمنع الاحتكاك ولكن بتكون ايه اماكن في الجسم توجد عند اطراف العظام زي عند المفاصل وبين فقرات العمود الايه العظم بيحصلها نزلاغ غضروفي طبعا اهمية الغضاريف انها بتحمي العظام من التآكل ده من احد الايه الاهميات ولكن بتشكل بعض اعضاء جسم الانسان زي الانف وزي جزء من الاذن ليه التآم الغضاريف ياخده قطة طويل لان الالتام دايما محتاج دم كتير والدم في الغضاريف مش موجود بتاخده بتشحته فاذا لانها لا تحتوي على اوعية دموية لماذا لا تحتوي على اوعية دموية؟ لان لو في اوعية دموية كنت كل شوية لما يجي الركبة تدوس على بعض او اي مفصل يدوس على بعض كان الاوعية دموية تربشر تفرقع ولو فرقعت كتكل شوية يقعد ينزف فيقول لك لانها بتوجد الغضاريف دي موجودة عند اطراف العظام المتجورة اللي زي بعض عن الطرف هنا والطرف هنا خلاص عند المفاصل وبين فقرات العمود الفقري فلما تيجي تتعرض الاوعية دموية دي للتمزدق عند موضع الاحتكاك بيحصل ايه؟ بيؤدي لحدوث نزيب دموي منفعش يحصل كده ربي الله سبحانه وتعالى ما سبش مجال الخطأ فنقول له سبحان الله لماذا يغلب لولونها ابيض؟ لان ما فيهاش اوعية دموية طب ليه هي لماذا الغضاريف اقل صلابة من العظام؟ ليه هي اقل صلابة؟ لان ما فيهاش كالسي بينما سجد العظام ترصى فيها الكالسام بكمية كبيرة يا جماعة 99% من الكالسام موجود فيه في العظام ده كده الغضاريف المفاصل فيه منها ثلاث انواع مفاصل ليفية وغدروفية وزولالية اللي في كل واحدة عايزة عرف خصائصها وحركتها وامثالها تمام؟ يال اول حاج كده عندنا الخصائص طبعا اللي احنا عارفين مفاصل ليفية دي مفاصل بتلتحم عندها خلاص العظام عندها بواسطة انسجة ليفية زي العظام مثلا بتاع الجمجمة اللي كانت العظام اللي يوم استرافها مسننة بالمنظر ده اللي هي عظمة الفرانتة البون العظمة الامامية والبرايتة الجدارية والصدغية والخلفية وهكذا والقفوية دي بتبقى عظام مسننة عند الاطراف تمام؟ وتتصل مع بعض منسجة ليفية ومع تقدم العمر تتحول الى انسجة عظمية تتحول الانسجة الى انسجة عظمية مع تقدم العمر طبعا دي لا تسمح بالحركة اعظام الجمجمة متحركش ولكن في الطفل كانش لسه بقيت اعظام فكانت ممكن تتحرك عشان اعظام الجمجمة تركب على بعض شوية عشان تحاول تخلي تعدي راس الجنين من فتحة المهبل بتاع البنت اسناء الولادة طبعا الحركة لا تسمح الامثلة مفاصل الموجودة عند الايه الجمجمة ممكن برضو في الفك فيه في الفك برضو نفس الكلام طب تعالي بعد كال مفاصل غدروفية الغدروفية بتربط مبيل نهايات بعض العظام لو دي عظمة ودي عظمة سريع عمالش انا برسم سريع عشان الوقت وقتك بس كده وقتك من ذهب ايه دي عم غدروفة دي الغدروفة بدي موجودة بتربط مبيل نهايات العظام طبعا معظمة بيسمح بحركة بس الحركة محدودة جد جد تمام زي مين فقرة العمود الفقر او اخري كده مش عارف اعمل اكتر من كده ليه خلاص لانها فيها مفاصل غدروفية طب مفاصل اخير ايبقى مفاصل زلالية الزلالية دي المفروض ان هي بتشكل معظم مفاصل جسمة عشان تتحمل الصدمات ما تبصش بسهولة احصلش التهابات مفاصل بسهولة بتسمح بصورة الحركة سهلة جد تخليك تتحرك بكل سلاسة وتدي لك لازل ليه بقى لان بيغطي سطح العظام المتلامسة اللي عامل المفصل ده طبعا رأيها مادة غدروفية شفافة وملساء نعمة جدا تخلي العظام تتحرك بص اوي اوي حلوة جدا مما يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل احتكاج كمان بتحتوي طبعا على سائل مصلي السائل ده وسائل زلالي بيزحلى الحاجة عاملة زي الزيت عشان خاطر يخلي حركة المفصل أسهل طبعا في مينها نوعين مفاصل محدودة ده الحركة محدودة جدا محدودة او واسعة الحركة المحدودة اللي اتحرك في تجاه واحد تأثنين تفرد ده اتجاه واحد زي مفصل الكوع مفصل تحت الركبة ايه باي عظام ايه مفاصل محدودة او واسعة الحركة بقى زي الكتف يتحرك كده يتحرك كده يعمل كده كده يعمل كده كده وهكده تحت في رجلين مفصل الفخد ده يبقى مفصل الكتف ومفصل الفخد دي يتحرك في اتجاهات مختلفة فانسمية وساعة الحركة تمام طبعا الرسومات عارفينها وكنا جابينها ده كده بالنسبة ليه المفاصل ويه الغضريف العربطة رقم 4 والنسيك طبعا ضام ضام ليف احنا قلناه تركب بشكل اساسي العربطة معمولة من بروتين الكولوجين معمولة من الايه من الكولوجين بروتين كده قوي تعمل الشد بتاع المفاصل الحركات العنيفة بتاعتنا الوصف حزم متماشي منفصلة من النسيك الضام حزم منفصلة من النسيك الضام اللي فيه بتثبت او تثبت اطرافها على عضمطي المفصل يعني هنا دي عضمة بتاع مفصل ودي عضمة بتاع مفصل نلاقي الروباط موجود هنا بتثبت عند اطراف المفصل عند اطراف الايه عضمطي المفصل طيب الخصائص بتاعتها بتتميز الألياف بتاعت الأربطة بأنها متينة وقوية عشان ما تتمزقش بسهولة يا جماعة احنا من تحرك الحركات عبيتة قوي خلينا سهل جدا نتقطع ولكن سبحان الله ربنا سبحانه حميني ووقيني بسبب أنها متينة قوية طيب وليها درجة عالية من المرونة عشان تسمح أنها تتمط شوية وتزيد طولها لما تتعرض المفصل الخارجي لضغط مثلا واحدة ماشية بكعب وهي ماشية جات رجلها التاني مش هتقطع بسهولة إلا لو كانت الوقت عنيفة أكتر من اللازم إنها لو ضغط كده عادي مش هتقطع يتعبها يومين تلاتة لكن مش عنده مزقة حتى عنده بس إرهاق في الروباط اللي موجود طبعا مكان وجود الأربطة عموما بتصل للعظام ببعضها عنده معظم المفاصل بتوصل للعظام في المفسد وظيفة الأربطة إنها بتحدد اتجاه حركة بتحدد اتجاه حركة العظام خلاص تحدد اتجاه حركة العظام وبتربط العظام ببعضها خليها قوية زي مثلا مفصل الركبة في أربطة حاجة اسمها الرباط الصليبي وده أكبر حاجة معمول من أربع أربطة رباط صليبي أمامي تعال كده نشوفهم مع رسمة ورباط صليبي خلفي أدي عم ده مفصل ده كده شكل أمامي ولا خلفي للركبة ده شكل أمامي عرفت منين عشان الصبونة اللي هي الرطفة أدي عم عندي هنا رباط صليبي أمامي ومن الخلف مش متشاف فيه رباط صليبي خلفي تمام وبعد كده عندي رباط الرباط الصليبي الخلفي باين منه حتة صغيرة تمام وبعد كده عندي رباط وسطي ورباط جانبي الوسطي اللي هو رباط الجانبي الداخلي ورباط الجانبي اللي هو رباط الجانبي الخارجي رباط الجانبي اللي هو ده بل عندي رباط جانبي خارجي وداخلي والداخلي والوسطي وعندي صليبي أمامي وصليبي ايه وصليبي خلفي طبعا الأمامي ركز كده طبعا الأمامي والخلفي والوسطي ثلاث أربطة بيوصلوا العظمتين الكبار الفخد بالقصبة أما الجانبي اللي برا اللي هو الخارجي بيوصل فخد في شزية بس كده تمام عظيم يقول لي في بعض الحالات ممكن يحصل تمزق للأربطر برغم منها قوية بيحصل التواء المفصل يلتوي قوي كده زي رباط الصليب يحصل بيجري رجليه لفت قوي فالأربطر تفقد أو فقد أو حتى ممكن تكون الأربطر ملاش مرونة وحد عنده تيبث أو نشفان فيه تليف في الأربطر فنشفة جدا مش مارنة ممكن المفصل يتعرض لضغط خارجي زي البنت اللي كانت ماشية بهيلز وضغط على رجليها أو رجليها تانت أكتر من اللازم بعد كده الأوتار الأوتار نوع النسيق برضو نسيق ضام تمام كده الضام قوي تركب من برضو بروتيني كل جي ما كان وجودها ربط العضلات بالعظام مهمة الوظيفة ربط العضلات بالعظام عشان تسمح بحركة العظام طيب هي العظام تحرك لوحدها لا المسؤولة عن الحركة العضلات تنقبط فتحرك العظام عظيم حلوة جدا حتة دي أشهر مثال لأكبر واتر موجودة عندنا هو واتر أخير تمام طبعا ده بيوصل العضلة التوأمية اللي هي بنسميها عضلة بطن الساق اللي هي سمانة خلاص أو العضلة الخلفية وبيوصلها بعضلة كعب بعظمة كعب القدم اللي هي العظمة الخلفية أو العرقوب طبعا عشان يساعد على حركة الكعب لما العضلة تنبس وتنقبط فالكعب يتحرك افرد حصل واحد تمزق للوطر إيه اللي ممكن يعمل كده واحد بدلا موجود عنيف أو حصل تقلص العضلة شدة الوطر بشكل مفاجئ تقلص العضوات المفاجئ أو العدام المرونة فيش مرونة كويسة الأعراض تلاقي الإنسان مش قادر يمشي على رجليه عاد مقدرة على المشي وحاسن فيه تقل مش عارف يشد رجليه ويشير رجليه تقل في حركة القدم وفيه طبعا ألم حدة منفرجة مهزة ألم حدة ألم شديدة عشان كده لما نيجي نعالج ندي أدوية مضادة للالتهابات ومسكنة عشان الألم اللي عنده ده متأكد كده دايما مش هو تقطع ومدام تقطع وتمزق أي حاجة بجسم تقطع تلتهب يبقى ندي مضادة للتهاب وطبعا نعمله كبيرة نعمله إيه جبيرة طبية وممكن نتدخل جراحي لو القطع كامل يعني دي مقطوعا دي تماما إنما لو لو ملتحمة بحتة ومقطوع حتة صغيرة يبقى لا يا مستخيل دي كده أهي دي كده الحتة المقطوع ده مش قطع كامل ما يعملش إيه ما يعملش عملية جراحية كبيرة من ألياف من أنسجة ضمة من ألياف من أنسجة إيه من أنسجة ضمة بتتصل بالعظام عند المفاصل تتصل بالعظام عندها تاني 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 في التشمع بين الأوطار والأربطة تمام إنهم الاتنين من ألياف من أنسجة ضمة تتصل بالعظام عندها المفاصل حيلا للأوطار دور مشترك ما بين الجازي الأيكالي والعضلي آه لأنها بتربط العظام بالعضلات عند المفاصل فيسمح بالإيه بالحركة وسهلتها ده كده من نسبة المفاصل طبعا عضمة لا تحتمع على أربطة عضمة الجمجم ماذا يحدث في حالة غياب السائل الزلالي كلام العادي تأكل الغضاريف ويحصل ثابات متكررة بسبب الاحتكاك تمام؟ ويحصل بعد كده خشونة وكلام ده طبعا ديها شوية زيارات لازم يكونوا عارفينها سريعا كده عندنا الدعاق في النبات في حاجة اسمها خاصية الانشار والاسموزية دي انتقال بزيئات الماء عبر غشاء الشبه منفذ من منطقة فيها ماء عالي إلى ماء وليل يبقى لازم شرطة عبر غشاء الشبه منفذ ويحصل في الواسطة الماء بس اما هنا انتقال مواد مذابة مش مية مواد مذابة بالمحلول عالي التركيز محلول ايه؟ منخفض دركيز ده الاساس فيه مش لازم يكون مية ممكن يكون اي مواد لا تضمن ما فيهاش غشاء الشبه منفذ ما فيهاش غشاء الشبه منفذ ممكن يحصل في الغازات او المواد الصلبة او المواد السائلة طبعا الاتنين بيبع عمليات ايجابية ايجابية او منقولها علي السوري عمليات نقل ايه؟ نقل سلبي نقل سلبي معناها بس فيها تحتاج إلى طاقة لانها تندقل من الكتير القليل ما اعتدارك في التركيز طيب عندي حاجة اسمها ضغط البروتوبلاز سوري ضغط الامتلاء ضغط الامتلاء ده هو البروتوبلاز لو احنا رسمنا الجدار الخلوي بالمنظر ده حل ودي الفجوة العصرية لما الفجوة العصرية دي داخل جواها المية فزائت البروتوبلاز ما قاعد يزوء الجدار الخلوي فيشده هو ضغط البروتوبلاز الذي يدفع الجدار الخلوي وده بيساعد على ان السقان تستقيم والاوراق تدعم وتبقى نظرة قوية كده اما الضغط الاسموزي هو الحد الادنى للضغط اللي بيحتاج الماشاء الذي يحتاجه النبات ليتم تطبيقه او يحتاجه عموما التيشوتاعي او النسيج ليتم تطبيقه على السوائل او الذي يتم احتياجه عشان يطبقوا على السوائل ينعي دخول الماعب رغشاش مع ايه هو البصمش احنا المية بتخش بالخاصية الاسموزية هي تفضل تخش لحد ما تخلص ولا لحد ما توصل التوازن او لما نوصل نقطة التوازن ضغوط الاسموزية تتساوى فالضغط الاسموزي ده يشد فما بقاش يشد يوقف شد المية خلاص تمام طبعا تعتمد على كمية وتركيز المواد كل ما زادت الكمية كل ما زادت الضغط الايه الاسموزي تمام عظيم جدا طبعا دي فيها حتة بقى المحليل اللي هي ملحية العالية والكلام ده بس مهم فيها جدا بقى موضوع ان الخلايا الحيوانية ما لهاش جدار خلوي فتنفجر لناشي لما تتميلي اما الخلايا النباتية تتنفخ وتتوتر وتكتسب الدعامة ولا تنفجر اللي بسبب وجود الجدار الخلوي الدعامة في الانسان طبعا احنا عارفين الفقرات العنقية بتبقى مصد كده محدبة نخليها على الرسمين محدبة للامام من هنا لما جزت من هنا او مقاربة من الخلف بعد كده الصدرية مقاربة من الامام او محدبة من الخلف والقطنية محدبة من الامام او مقاربة من الخلف والعجزية العصصية مقاربة من الامام او محدبة من الخلف يعني درنول من قدام كده محدبة مقاربة محدبة مقاربة مرة عدسة محدبة لات الحجاب تهزر طيب ده كده بالنسبة للفقرات تمام طبعا العنقية عشان تقدر يعني محدبة للامام عشان تشيل وزن الجمجمة والجمجمة ما إيه ما تكسرش الفقرات العنقية وطبعا الصدرية محدبة لورا أو مقارنة الأمام عشان تشيل مساحة للتجويف الصدري والقطنية محدبة للأمام عشان تسند وزن الجسم اللي فوق ده كله تمام وطبعا الأخيرة العجوزية والعصصية محدبة لورا للخلف أو مقارنة الأمام عشان خاطر تدي مساحة كبيرة ليه منطقة الحور صعب هذا الكلام أتمنى تكون الدنيا كويسة تمام طيب تعالى بعد كده نبتدي نشوف اللي جاي ده أنواع العظام تبقى لشكلها فيه عظام طويلة وعظام قصيرة فيه عظام طويلة وعظام قصيرة وعظام مسطحة وعظام غير منتظمة وعظام هوائية طبعا العظام الطويلة تبقى عظمها سطوانية زي عظمة العدد الزند والكعبورة الفخد القصبة والشازية كل ده عظام طويلة طولها أكبر من عرضها زي عظام الطرفين للأرضين السفليين العظام القصيرة طولها تقريبا سعر ده تقريبا زي عظام الرزغ وإنكاح اللومة السبعة والثمانية عظام مسطحة تبقى انبطتة كده زي عظمة القصة وعظام الجمزمة مسطحة ولوح الكتف عظام غير منتظمة زي الفقرات طبعا ما تقدرش تقولي هي لدينة على مسلس ولا طويلة على كلام ده كله ما لا شكل محدد تبقى غير منتظمة وعظام هوائية اللي هي عظام الجيوب الأنفية طبعا ترتيب الفقرات احنا قلنا الفقرات العنقية والصدرية والقطانية كل دول عظام متمفصلة يعني ايه متمفصلة بتعمل مفاصل عادي جدا من الفقرة تانية غدروف فكل ما ننزل كل ما حجم الفقرة يكبر أحد ما نوصل الفقرات العجوزية العصاصية العجوزية رقم واحد كبير وكل ما ننزل من صغر والعصاصية رقم واحد كبير وكل ما ننزل من صغر حلو كده وده اللي احنا قلناهم وده هتلاقي الجدول مكتوب في نفس الكلام عدد الثقوب عشان بس منعودش نهر كتير الفتحات فعظمة العجوز عندنا اربعة على الجنب ده واربعة على الجنب التاني حتش يقول لي بقى فيه اربعة هنا واربعة من ورا من هنا واربعة من هنا يا حبيبي لأ هما الاربعة دول هما هما اللي من الجنب بما شايفوا من هنا يعني لو بصيت من هنا هاشوف اللي وراه لو بصيت من هنا هاشوفه وراه فهي عددها تمانين حلو كده عظيم تعالى بعد كده نتوئات الفقرة ما لها بقى نتوقات الفقرة بوست كده نتوقات الفقرة في عندي الفقرة الأولى بنسميها أطلس دي مهمة ودي شكلها فيها حتتين هنا كده افتكر طبلتين افتكر المحيط الأطلسي تمام هنروح المحيط الأطلسي نتطبل بطبلتين تنساش بالله عليك عشان بس نتنساش مهمة تمام شكلها مهمة دي ملهاش جسم فقرة زي ما انت متعود ليس لديها نتوق شاوكي برضه هنا وتسمح بيه هي دي لتخليني أمي لرأس عشان أقول لك أيوة خاضر نعم نعم يا سيدي أجر يا سيدي طيب الفقرة التانية اسمها المحور المحور بقى المركزي محور اكتب هو المحور نعرف ازاي اهو تنكر كان المحور في ايه في عمود نور عشان ينور المحور عمود نور وطبلتين خلاص كده طالعين بالعربات على المحور عاملين فرح فانطبل مع عميد النور طبعا مهم جدا وتلاقي النتوق الشوكي بتاعه بيبقى بفت مشقوق للصين بالمنظر ده عامل زي الجنية اللي في البحر اهي تمام الفقرات العجوزية طبعا ارتباط بقى الفقرة الاولى مع الجمجمين خلييني اعمل كده اما ارتباط الفقرة الاولى مع التانية خلييني اعمل كده تمام فدايما لما نحب اني دايما حد نقول يا رب تكسف فقرة الاولى والتانية عشان بتوقيت شؤولي لأ نحصي طيب الفقرات العجوزية المفروض ملهاش نتوق شوكي زي ما احنا كنا شايفنا اهي فيش اي نتوق شوكي دي دي بقايا دي مش نتوق شوكي زي ما احنا متعودين طيب دي اول حاجة ليس بس كده ليس لديها نتوقات شوكية وليس لديها نتوقات مستعرضة ليس لديها نتوقات شوكية وليس لديها نتوقات مستعرضة والفقرة رقم 25 لها العجوزية الاولى ما لها بقى يعني ما لاش لنتوق مستعرض ولتوقات شوكية الفقرة 25 اللي هي اللي فوق دي لها نتوءان مفصليان أماميان عشان ترتبط مع القطانية اللي فوقيها بالنتوءان مفصليان خلفين بتاع القطانية الفقرات العصعصية لما الأربعة لتحت دول ليست لديها نتوءات شوكية أهم الأربعة دول حل؟ والفقر رقم 30 اللي هي الأولى واحدة فيه بيبقى أي ملع لديها نتوءان مستعرضان زي ما أنت شايف كده نتوءان مستعرضان حل؟ دي طبعا عدد نتوءات الشوكية في العمود الفقر كله 23 مفصليان أمامية 50 الخلفية 48 تكر الأمامية زيادة الأمامية أكتر أمامية أكتر أمامية أكتر 58 ونتوءات المستعرضة برضو 50 طبعا نهاية الحبل الشوكي مش ممدود بطول العمود الفقري كله ده بيجا عند القطانية الأولى وينتهي عدد أسنان لفك العلوي 16 فك السفلي 16 والفك السفلي هو المتحرك العلوي غير المتحرك عظام الجمجمة 22 زيادة 7 السبعة دول بقى عشان يعملوا 29 مين السبعة بقى؟ طبعا أنا الـ 14-8-22 وعندي عظام الأسن الوسطى 3 هنا و 3 هنا يبقى 6 6 و 22 بقى 28 واحدة عظم إلا اسمها العظم اللامي اسمها عظم إليه؟ اللامي يبقى كده 29 طبعا الثلاث أزواج بتقول عظام الأسن الوسطى حاجة اسمها المطرقة والسندان والركاب المطرقة والسندان والركاب تمام؟ عظام الأسن الوسطى طبعا ثلاثة أزواج خلاص قلناها وعظام عظم اللامي خلاص قلناها طبعا ده عظام الأسن الوسطى قد المطرقة تبقى مسكة في طابلة الأسن وادي السندان خلاص وادي الركاب مش السندان اللي كانت في الأغنية اللي عايزة وادة سندان طيب التاني سندان بعد كده المفاصل والغضريف ما برضو منحوظات كده عليها لازم يكون عارفها المفصل ما بين أول فقرتين مفصل زلال عادي جدا اللي هي ما بين الأطلس والمحور الترتيب المفاصل بين باية الفقرات كلها فاصل غضروفية عظيم عدد الأقراص والغضروفية تلهم تقريبا 23 خلاص معلش أن غاية دي تلهم 24 24 غضروفة فيه ما بين الفقرة أولى والتانية والتانية والتلتة والتلتة والرابعة والرابعة وهكذا أحد الفقرة القطنية ما بين الرابعة والخمسة ما بين الخمسة والعجوزية الأولى فيه غضروف وما بين العجوزية الأخيرة والحصوصية الأولى فيه ورضو فيه غضروف المفاصل اللي فيه موجودة ما بين بص كده عظام الجوز الخلف الجمجمة وما بين الأسنان والفك يعني ارتباط الأسنان مع الفك بالمفاصل اللي فيه أهي اللي هي دي الأسنان مع اللي مع الفك بالمفاصل اللي فيه يا يا شكلها فضيع 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 دي برضو عظم اللامي عشان تبقى ايه تبقى عارفة بس كده طبعا دي كده عظم اللامي اللي هو دي تمام تحس ان هي متعلقة اصلا بشوية اربطة حلو طبعا الجدول ده بقى يعني كنا قريناه مش هتقعد بقى ايه يعني نحفظه يعني لازت تكون بس فاهم فكرة كل ايه كل مفصل ده كان بالنسبة ليه درس كامل للدعم اتمنى اكون استفدتوا ان شاء الله كامل السلسلة مع بعض شكرا